المول 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 هو وحدة أساسية في النظام الدولي للوحدات والتي تستخدم في الكيمياء بشكل كبير للتعبير عن وحدة قياس كتلة المادة حيث يمكن تعريفه بأنه كتلة المادة التي تحتوي على عدد أفوغادرو ستة في عشر أس ثلاثة وعشرين من الوحدات البنائية للماد عنصراً كانت أم مركبة فلو أردنا تعريف المول لكل ذرة يمكن القول بأنه كمية من العنصر كتلتها مقدرة بالجرام وتساوي عددياً الكتلة الذرية النسبية له وتحتوي على عدد أفوغادرو من الذرات فعلى سبيل المثال بالنسبة لذرة الكربون فإن كتلتها الذرية إثنى عشر جراماً لذا فإن واحد مول من الكربون يساوي إثني عشر جراماً أما المول لكل جزيء فهو كمية من المادة كتلتها مقدرة بالجرام وتساوي عددياً الكتلة الصيغية ويحتوي على عدد أفوغادرو من الجزيئات فعلى سبيل المثال بالنسبة للماء فكون الوزن الجزيئي له مساوياً اثنين في واحد زائد ستة عشر يساوي ثمانية عشر جراماً إذن واحد مول من الماء يساوي ثمانية عشر جراماً وبما أن عدد الظرات أو الجزيئات الموجودة في مول واحد تساوي عدد أفوغادرو فإن المول الواحد من أي مادة تساوي نفس العدد عدد أفوغادرو مع اختلاف أوزانها ومن هنا يمكن استنتاج القاعدة العامة المول الواحد وزن مختلف لعناصر ومركبات مختلفة